احنا نعرف ان فيه واحد كان اسمه كليب وكليب كان يضرب به المثل في الشجاعة ويحمي مواقع السحاب يعني ايه يحمي مواقع السحاب كان زمان محدش يملك الارض ساعة السماء ما تنطر ويطلع نبات كل واحد يروح يرعى الكليب دا من عزيته وعظمته في قومه بقى ساعة السحابة ما تيجي هنا كده يقول اللي تنطر عليها هزي السحابة بتاعي محدش يقرب نحيتهم خلاص محدش يقرب نحيتهم شوف كلمة يحمي مواقع السحاب يعني يجعله وحيما لنفسه خلاص وبعدين حصل انه اختلف مع زوج اخو زوجته اخو ايه على ناقة هو ضرب الضرع بتاعها او مش عارف ايه فكليب ايه راح جساس راح اتل كليب جساس قتل كليبا واخته جساس تحت كليب تصور بقى الحدث المسير اخوه اتل مين شوف بقى ادي قصة مسيرة وعملت عند العرب ضجة قامت حرب عليها ظلت كذا سنة فييجي بقى ياخد الاقصوصة تيجي بقى التاريخ مثلا يرويلنا صاحب الاغاني ولا يرويلنا الاقصوصة لان فيها شيء من الايه الاصارة اه شيء من الاصارة حدث الناس منتظرين ايه اللي حيحصل ايه اللي حيتم ايه اللي مش عارف ايه جليلة موقفها ايه جزهة ايه اتقتل واخوها هو اللي قاتل وحياخد التار من ايه من اخوها مسألة صعبة صعبة فييجي صاحب الاغاني يتكلم بقى يقول لما قتل كليب كليب قتل اجتمع نساء الحي للمأتم زي عندنا كده فقلنا لاختي كليب رحلي جليلة عن مأتمنا جليلة اللي هي من مرات كليب فان قيامها يعني في المأتم شماتة وعار علينا عند العرب فالتفتت اخت كليب الى جليلة وقالت لها يا هذه اخرجي عن مأتمنا شف اول بقى فانت اخت قاتلنا وشقيقة واترنا فخرجت جليلة تجر اعطافها من الخزي فلما ذهبت بلغها ان اخت كليب قالت رحلة المعتدي وفراق الشامت ساعة ما خرجت جليلة اخت كليب قالت ايه رحلة المعتدي وفراق الايه فضحكت وقالت اوى تفرح الحرة بهتك سترها وترقب وترها كلام 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 له معنى اوى تفرح الحرة بهتك سترها وترقب وترها كنت كسترها في ان جزها مات اللي هو سيد من سادات العرب ومترقب بقى ان اخوها راخلي تقيت الفطار اوى تفرح الحرة بهتك سترها وترقب وترها هل لا قالت نفرة الحياء وخوف الاعتداء يعني دي الكلمة اللي كانت تناسب مين تناسب الموقف شوف كلام كله ايه اهو دا كلام تخاطب كلام عادي عشان تعرفوا كيف كانت لغة الناس العرب على السنتين في الكلام البديهي كده كلام عادي فلما ذهبت الى ابيها مرة رأها وفي المساء في الميتم مش معقول تسيب الميتم دلوقتي فقال لها ما وراءك يا جليلة قالت سكن العدد وحزن الابد وفقد حليل وقتل اخ عن قليل وبين زين غرث الاحقاد وتفتت الاكباد طيب كلام فقال له اوى يكف ذلك كرم الصفح واغلاء الديات يعني يمكن لما يصفحهم ونغلي دية كليب يسكتهم قالت امنية مخدوع ورب الكعبة ابل بدني تدع لك تغلب دم ربها بالايشوية ابل تدع تغلب دم ربها ثم انشأت تقول قصدتها المعروفة لما بلغها ما قالته اخته يا ابنة الاقوام ان شئت فلا تعجلي باللوم حتى تسألي فاذا انت تبينت الذي يوجب اللو فلومي وعزلي فعل جساس اخوها على وجدي به قاصم ظهري ومدن اجلي هدم البيت الذي استحدثته وانسنا في هدم بيت الاول يا قتيلا قوض الظهر به سقف بيتي جميعا من علي فانا قاتلة مقتولة ولعل الله ان يرتاح لي يعني ربنا ياخدني ويه واردت شكرا